لقد فزع أهل المدينة ذات يوم ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت من اللي تلقاهم؟ اللي سابقهم ورايح شوف شنوه الصوت النبي صلى الله عليه وسلم فتلقاهم فالناس ارتاحوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لم تراعوا لم تراعوا يعني هدوا هدوا ما في داعي ينكم أنتوا تخافون أو تنزعجون فشوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الفزع مع الخوف مع الهلع مع الهم الهم الصحي أو الهم الاجتماعي ولذلك شوفوا واحدة من التكنيكات الموجودة في السيرة النبوية في علاج الهم أن الإنسان يحول الهم إلى طاقة أنا اليوم اليوم كانت وحدة تتصل فيني تستشير شو تقول تقول لي أنا عندي قلق 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 فدائما عندي قلق تجاه زوجي وهذا حقيقة قاعد يخسرني علاقتي مع زوجي فشونو قلت لها اليوم أنا أعطيتها هذا التكنيكي اللي قاعد أسولف لكم عنها الحين الإنسان لما يكون عنده هلأ ويكون عنده مشاعر وعنده قلق وعنده دائما لازم يحول هذا التوتر اللي عنده إلى عمل لما نحول إلى عمل شذي إحنا قاعد نطلع الهم نطلع التوتر نطلع القلق شين الإنسان يرتاح فقلت لها اليوم قلت لها شوفي أنا بقول لك ثلاث قصص عندي واحدة مثلك قلت لها لازم تسوين عمل عشان التوتر مالك يخرج فراح تشار الدراجة في البيت الدراجة الرياضية صارت كل ما تيها وساوس وأفكار تجاه زوجها تروح تركب الدراجة وتلعب رياضة عندي واحدة ثانية قلت لها تحب الطبخ فكل ما تيها أفكار وقلق وساوس تروح تطبخ تنشغل عندي واحدة ثالثة تروح شا تسوي تروح الثالثة تقرأ وتقرأ قرآن وتراجع حفظها فالشاهد من هذا كله أنا ش اللي بوصلها اللي بوصلها أنه النبس عسلم ش اللي علمنا علمنا لما إنسان لم يكون مهموم خيره حيعمل خليه يشتغل لأن الهم يخرج ولذلك الله عز وجل شغول وركزه معاي في الآية وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله شوف القتال عمل حركة عمل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله شوفه والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرة معناته نساء وولدان ورجال مظلومين شي الحل؟ الحل في العمل ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحث على العمل وعلى الحركة وهذه نوع من أنواع تفريج الهموم ترجمة نانسي قنقر